السلام عليكم ظهرت تسريبات جديدة عن موبايل قوي جدا من شركة نوكيا والموبايل دوت هو موبايل نوكيا 9.3 اللي جاي مع مواصفات جبارة جدا من حيث أقوى معالج وأقوى كاميرات زائد أن معاهم شاشة قوية جدا بس قبل ما نبدأ تفاصيل الموبايل ايو هتنسى تشارك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عندك أي استئول كتبه في التعليقات وأنا هرد عليك ومن غير ما طول عليكم تعالوا نبدأ في مطال الحلقة أول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهاكل خامات تصنيع الموبايل أحب أقول لك أن مفيش أي معلومات عن الطول والعرض والوزن والصنق بتاع الموبايل بس في معلومات عن خامات التصنيع ظهر الموبايل هيجي مصنوع من الإزاز مع فريم من الألمونيوم مع وجود أربع كاميرات خالفية وفلاش والبصمة في ظهر الموبايل بدعم تركيب شرحتنا التصال من نوع النانو مع دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والربع واستغنع عن مدخل السماعة التقليلي 3.5 وبنسبة لصوت الموبايل هنا فالموبايل هنا بيجي بصوت عادي أحادي مش استيريو ودي أنا شايفها مش قويسة قوي مع بقى المواصفات تحسهم كده مش لقيين على بعض وبيجي معمارية بس المكتوب قدامي دلوقتي إنه هو مقاوم الرزاز الماء بس وبنسبة للشاشة فالشاشة تيجي من نوع بمساحة ستة وسبعة من عشرة بوصة بدقة الف وربعمية واربعين في الفين تمامية وتمانين بيكسل بأبعاد طمانتاشر لتسعة بكسافة بيكسلات ربعمية واحد وتمانين بيكسل لكل بوصة والشاشة ديت بتدعم تقنية وكمان بتدعم تقنية وبييجي معاهم معدل تحديث عالي وهو مية وعشرين هرتز وكمان الشاشة بتيجي عليها طبقة حماية من نوع جوريلي غلاس فايف وبنسبة لمواصفات الشاشة ديت فيها شاشة ممتازة جدا من شركة نوكيا اولا عشان ضقت الشاشة عالية جدا سنيا كسافت البيكسلات برضو عالية وبتدعم تقنية وكمان بتيجي معاهمة التحديث عالي اللي هو مية وعشرين هرتز فده يديك يعني تجربة حلوة جدا في الالعاب وتصفح وبنسبة للرام والزاقرة فالموبايل لحد الوقتي هيجي منسختين النسخة الاولى مية تمانية وعشرين جيجا مع ستة جيجا رام والنسخة التانية ميتين ستة وخمسين جيجا مع تمانية جيجا رام وللأسف استغنى عن تركيب طاقة تخزين خارجية وبنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي لنظام تشغيل أندرويد 10 مع وجهة أندرويد 1 مع معالج سنابي دراجون تم مية خمسة وستين بدق التصنيع سبع نونوميتر بلس مع تمن أنوية بتردد يصل لاثنين وثمانية من عشر جيجا هرتز مع معالج رسومي أدرينو ستة مية وخمسين وبنسبة لأداء المعالج دوت فهو معالج ممتاز جدا جدا يعني هيديك أعلى أداء في الألعاب وبالذات طبعا مع الشاشة مية وعشر هرتز ودقة الشاشة العالية وبنسبة للبرامج طبعا فمش محتاجة أتكلم هيديك برضو أعلى أداء ونوصل بقى للكاميرات الموبايل الموبايل هنا بيجي باربع كاميرات خلفية الكاميرا الأولى والأساسية بدقة مية وتمانية ميجا بيكسل فتحة عدسة ع 1.8 والكاميرا الثانية بدقة تمانية ميجا بيكسل وهي كاميرا طول فوتو والكاميرا الثالثة بدقة 13 ميجا بيكسل وهي كاميرا الترويد والكاميرا الرابعة متعتبرش كاميرا قوي هي كاميرا 3D وسنسور وبيجي معه فلاش لده مزدوج وبيدعمه تكنية البانوراما والـ HDR ويقدر يصور فيديو بدقة 8K بسرعة 30 طرف السنية وبدقة 4K بسرعة 60 طرف السنية وبدقة Full HD بسرعة 120 طرف السنية أما بقى من نسبة للكاميرا العمامية فالكاميرا العمامية هنا هتيجي بدقة 20 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 وفيه كلام ان هيكون فيه كاميرا تانية أمامية وهي كاميرا بردو 3D وسنسور وبتدعم تكنية الـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 طرف السنية أما بقى من نسبة للتكنيات التانية فالموبال هنا بيجي مع الواي فاو من الصدار السادس وبيدعم تكنية الـ وبلوتوس من الصدار 5.1 زائد انه بيدعم الـ وتكنية الـ بس للأسف استغنى عن الراديو وبنسبة للبطارية فالبطارية هنا تيجي بساعة 5000 ميلي أمبير من نوع الليسيوم غير قبلها للإزالة ولسه مفيش أي معلومات عن سرعة الشحن بتاعت الموبايل بس المتوقع يعني انها مش هتقلة عن 30 وط وبنسبة للألوان الألوان المؤكدة لحد الوقتي هما لون الاسود والأزرق وبنسبة لسعر الموبايل لسه مفيش أي معلومات عن السعر ولا حتى توقع عنه وممكن انت تتوقع السعر في التعليقات وبنسبة الرأي في الموبايل دوت تفاو موبايل ممتاز جدا من شركة نوكيا تحس كده ان شركة نوكيا بتقول لهم أنا موجودة في المنافسة في الفئة العليا بتحاول يعني ترجع حبتها بس طبعا في الآخر اللي يحكم هو السعر كده أنا خلصت كل حاجة عن الموبايل ومستنى كمانا أشوف رأيك في التعليقات عنه بس قاعدين ستشارك في القناة واتفعل زر الجرس ولو عندك أي سؤال يكتبه في التعليقات وأنا هرد عليك والسلام عليكم